السلام عليكم كديرين اش خباركم تمنى تكونوا لباس وتكون امركم كلها مزيانة نهار جديد فيديو جديد اليوم اقطعت انني شارك معكم هاد الوصفة هادي ديل الحنب البرقوق صراحة لي جزوينة تاتيمة ديل العرضة للقناة محبوبة تيفي جزوينة بزاف وسهلة كانت منكم انكم تزيدوا تشجعوني وزيدوا تشتركوا في القناة وتبرتاجوا في هاد القناة هدي في مواقع التواصل الاجتماعي وشكرا جزيلا للمتابعة ومرحبا بيكم في قناة ليلة المراكشية اذا هادا واحد الطاجين ديل الحنب لي جزوين طبق مغربي اصيل بنسبة المقادير اللي انا احتاجتها اخذت هنا يا واحد الانية اذا اخذت هاد الانية هدي اللي كبيرة هاد زلفة اللي غادي نشر من الفئة هاد الحنب هذا اه كيف ما كتشوفوا معايا اذا المقادير كلهم هاني حطهم غادي ندير البزار اذا درت هنا ايا الفلفل اسود اذا تقريب الكمية ديل الحم اللي عندي انا هنا تقريب ان واحد خمسة كيلو هكذا كدير اللحم اذا درت الفلفل اسود ما بين اربعة ونص حتى الخمسة عندي هنا ايا الملح دائما الملح لحسب الضوء وعندي هنا ايا الخرقم البلدي كوركم وعندي هنا ايا سكينجبير زنجبيل تقريب ان هاد الكيمياء هادية انا اللي درت ديل الحم خضط لي جو جمع القات صغار ديل خرقم البلدي عندي هنا شوية ديل القرفة القرفة غادي نديرها هكا متحونة وغادي نديرها كذلك عواد واحد العود غادي ندير في الاخر ديل القرفة هكذا تقريبا واحد رأس ملعقة صغيرة او لا نصف ملعقة مهم شوية ديل القرفة انا عندي هادو النورة وقعقلة سي بيسة قعقلة يعني قعقلة اللي هي الهيل وبسي بيسة اللي هي نورة كان ديرهم هكا كيكون عندي ديمة اما تحكو ماكا شوية ديرهم تحنو ماكا شوية غير شوية ماكتروش ولا ديرهم هكا صينين اللي حبيته يجب أن يجب أن يكون مرحل شئاً لدي كامل لدي كامل لدي كامل هناك مجرد نتبه هناك المنزل و هناك الكامل هناك الكامل يمثل الزعفران هو ضبط لدي كامل الزعفران نضع بفرنج نضع بفرنج نضع ملجم للماء نقوم بفرنج نضع بفرنج لا يحتاج بأنه لا يبات ولا يحتاج أي شيء للحم لكي تدخل في هذه العطرية كاملة ومن بعد تنصبه مباشرة هنا يلحم لي درس انا دي الملج صافي كما قلت لكم لا تزيد في هذه المرحلة غير الماء فقط لكي تدخل في هذه العطرية كلها تأتي داخل هذه اللحم وتشربها ويأتي تزيد تزيدو زوين صافي بحال هكذا وبطبيعة الحال الكيمية اللي بغيتو تديرو دي الحمرة غادي تديروها تقللو او لا تزيدو تكترو لبلكم صافي هنا يا اذا نحاول بأنهم كلهم كي تشربوا ديك العطرية تشربوا كي تزال فوق ولي بيت نعاودها وتاني نرقدها في هذاك شي كنديرها التحت أخذت قمع الطنجرة أو طويلة ستجد بصولة تقريبا هنا أنه يوجد البصيلات لن تكترها لا تكتر لك إذا اضافت من الكثير و دعوه نضيف الحم لا يحتاج نهائيا لا تقليه هذا الحم بالبرقوق يجب أن يضيف كل شيء مرة واحدة وصافي و ساعة ستسد عليه نستفع الحم في الكوكوت في الأهنية في طنجرة نحاول نضيف هذه الطريفات التي يأخذون الطياب و اضيف الحماس في عالة والديهم ما يكونون صغر و أضيف الحم سوف نضيف الماء نكون نضيف الحم و سنضيف حماس قصة و سوف نضيف الحم نضيف الحم كإن يكون ممتزة أرى إن شكرا لن تكون حيني أسفر يجب أن تكون أدمر يجب أن يكون الماء تضيفين القزبون ومهار قطاع تضيفين أضيفين القزبون ومهار يجب أن يكون الهارة لا تجربين تضيفين هنا قليلا 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 نضيف الزيت النباتية نضيف الزيت نضيف الزيت نضيف الزيت نضيف الزية تضيف الزيت ونضيف الزيت نضيف الزيت نضيف من الندج نضيف البرقوق نضيف البرقوق نضيف البرقوق يمكنه الإعزلي نستخدم الكيمياء النهائة نضيف المعلقات في المقه نضيف البرقوق نضيف القرفة مطحونة و نضيف مدية الزهر نضيف المشماش في الطاوة الأخرى نضيف القرفة نضيف القرفة نضيف القرفة نضيف المشماش نضيف المشماش اضع بعض الزبدة و المزهر اشتركوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة